اشتركوا في القناة اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين نحن الآن بصدد الحديث عن المحاضرة الثالثة في مساق قرآن كريم والتي تتحدث عن عدة محاور المحور الأول تعريف علم التجويد لغة والصلاح والمحور الثاني أقسام التجويد والمحور الثالث مراتب التلاوة نبدأ بالمحور الأول وهو تعريف علم التجويد أولا تعريف علم التجويد لغة التجويد بمعنى التحسين جود يجود تجويدا أي حسن يحسن تحسينا فعندما يجيد الإنسان شيئا نقول أنت إنسان جيد فما فعلته جيدا أي حسنا ما فعلته حسنا ناتي إلى التعريف اصطلاحا تعريف علم التجويد اصطلاحا هو علم يبحث في ألفاظ القرآن الكريم من حيث إخراج كل حرف من مخرجه وإعطاؤه حقه ومستحقه من الصفات نبدأ بشرح التعريف الاصطلاحي كلمة كلمة أولا هو علم أي بمعنى أن هذا علم مستقل بذاته له قواعده وله أركانه وله شروطه وهو وفقه يعني هذا العلم له مبادئ معينة ينشأ عليها وله قواعد معينة يمكن أن يقاس عليها كعلم مثلا اللغة العربية أو علم النحو فهو فعل وفاعل اسم وفعل له مبادئ معينة علم الفيزياء نبدأ بالحديث عن الذرات والنيوترونات وما إلى ذلك يعني له قواعد وله أصول علم الكيمياء كذلك علم الأحياء كذلك كل العلوم المختلفة تعتبر هي علوم مستقلة بذاتها لها أركانها ولها قواعدها ولها أصولها هذا طبعا كل علم له تخصص معين يبحث فيه أو له وجهة معينة يبحث فيها ويكتشف فيها ويبينها للناس هذا العلم وهو علم التوجويد الموضوع الأساسي الذي يبحث فيه ألفاظ القرآن الكريم لو تكلمنا على كلمة ألفاظ القرآن الكريم طيب من أي جهة؟ هل من ناحية المعنى؟ هل من ناحية الإعجاز؟ هل من ناحية الفقه؟ هل من ناحية التشريع؟ كلمة ألفاظ القرآن الكريم كلمة واسعة وفضفاضة لا يغطيها التجويد إذن كلمة ألفاظ القرآن الكريم تحتاج إلى تقييد معين هذا التقييد نستطيع أن نقيده بقوله من حيث نأتي على لفظ القرآن الكريم من حيث إخراج كل حرف من مخرجي إذن نتكلم في علم يعني دقيق جدا يتكلم عن مخارج الحروف إخراج كل حرف من مخرجي من أين يخرج حرف الب من أين يخرج حرف الت من أين يخرج حرف القاف نلاحظ أن كل حرف في القرآن الكريم له مخرج أي محل خروج الحرف المخرج هو مكان خروج الحرف أيضا ليس فقط نريد أن نتعرف على المكان لا نريد أن نتعرف أيضا على إعطائه حقه أو إعطاء الحرف حقه ومستحقه من الصفات حق الحرف هو الصفات اللازمة التي لا تنفك عن الحرف بتاتا يعني مثلا حرف الب هو حرف مرقق في كل أحواله سواء كان مرفوعا أو مضموما أو مكسورا كان قبله مفتوحا أو بعده مفتوحا لا إشكال هي صفة ملازمة للحرف لا تنفك عنه أبدا هذه الصفة صفة ملازمة للحرف فبسميها حق الحرف مستحق الحرف هي صفة تلازم الحرف أحيانا وتنفك عنه أحيانا أخرى فلو جئنا مثلا لحرف الراء الراء أحيانا يكون مفخما وأحيانا يكون مرققا تبعا لما قبله أو تبعا لما بعده أو تبعا لحرفة الحرف نفسه فحرف الراء إذا كان مفتوحا كان مفخما إذن صفة التصخيم صفة ليس ملازمة للحرف لكنها تكون مع الحرف أحيانا حسب الحركة وتنفك عنه أحيانا أخرى فلو قلنا مثلا حرف الراء مكسورا يصبح حرف الراء مرققة كذلك مثلا حرف اللام في لفظ الجلالة لو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم اللام هنا مرققة لأنها سبقت بكسر لكن لو بدأنا الآية بكلمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم هنا اللام لم نقل لا وإنما قلنا الله الله هنا مفخما تبعا لبدء القراءة بلام لفظ الجلالة هنا مستحق الحرف يعني هنا صفة التفخيم والترقيق أحيانا تلازم حرف اللام في لفظ الجلالة وأحيانا تفارقه حسب موضع حرف اللام أو حركة حرف اللام في لفظ الجلالة وحسب ما قبله هذا التعريف باختصار شديد نأتي الآن إلى هنا غاية علم التجويد لماذا نحن نتعلم علم التجويد ما الفائدة من دراسة علم التجويد طبعا الغاية الأسمى هي حماية اللسان عن الخطأ في كتاب الله سبحانه وتعالى واللحم في كلمات القرآن الكريم وكلمة اللحم هنا أي الخطأ في قراءة القرآن الكريم طبعا لماذا لا نريد أن نخطئ لماذا لا نريد أن نلحن لماذا نريد أن نصون ألسنتنا عن الخطأ في كتاب الله للفوز بالسعادة في الدارين الدنيا والآخرة ورجوعا على ما سبق حتى ننال شرف أن نكون مع السفرة الكرام البررة حينما نكون مهرة في قراءة القرآن الكريم نأتي الآن إلى أقسام التجويد طبعا بالنسبة لأقسام التجويد وهو ما ندرس حاليا في هذا الفصل كما قسمت لكم قلت لكم أن 20 درجة على الجانب العملي و20 درجة على الجانب النظري الآن بالنسبة للتجويد بشكل عام هو كأي علم من العلوم الآن بالنسبة للكيميا ممكن أن أدرس تجربة في علم الكيميا دراسة يعني دراسة بمجرد أن أقول إذا وضعنا المادة الفلانية مع المادة الفلانية أنتج عنها في التفاعل المادة الفلانية أدرسها دراسة بخلاث ما إذا دخلت المحتبر وأبدأ في التطبيق العملي للتجربة العلمية كذلك القرآن ممكن أن نعرف أن هنا تفخيم أو هنا ترقيق أو هنا إظهار أو هنا إضغام لكن عند التطبيق الفعلي لهذه الأحكام لا نستطيع كما كثير من مثلا الأطفال في المساجد يمكن جدا أن يقرأ قراءة جيدة جدا في القرآن الكريم لكن لا يستطيع أن يعرف الجانب النظري في القراءة أو العكس ممكن جدا أني أنا أقرأ الكتاب وأحفظه تماما وأستطيع أن أحصل على علامة كاملة في الجانب النظري بعرف شروط الإضغام وبعرف أحرف الإضغام ومتى يحدث الإضغام والحالات التي هي الاستثنائية في الإضغام أحفظها وأستطيع أن أقدم فيها لكن عند التطبيق لا أستطيع أن أطبق اللي هو حكم الإضغام إذن العلم التجويد له جانبان الجانب النظري والجانب العملي أو التجويد العلمي نسمي التجويد العلمي النظري وهو أن يكون الإنسان عارفا وعالما بالأحكام من حيث أحرفها شروطها متى يمكن الإتيان بهذا الحكم ومتى لا يمكن الإتيان به لكن من الناحية العملية كيف أستطيع أن أقرأ القرآن وفقا لهذه الأحكام كما علمنا إياها محمد صلى الله عليه وسلم نأتي الآن للجانب النظري وهو أن أعرف الأحكام مجرد معرفة طبعا حكمها في الشريعة التجويد العملي أو التجويد النظري حكم فرض كفاية تعريف فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وإذا قصر الجميع أثم الجميع الأصل أن يكون في كل عصر من العصور طائفة من العلماء طائفة من المتخصصين طائفة من الناس المهتمة بهذا العلم تحفظ هذا العلم لكي تورثه جيلا بعد جين ولذلك لكن إذا قصر الجميع نأثم جميعا لأنه إن لم أكن أنا من المهتمين الأصل أن تكون أنت أو هو أو هي ولذلك نأثم جميعا هذا من ناحية عملية علمية أما من الناحية العملية أي بمعنى أن أستطيع قراءة القرآن الكريم كما أنزل على محمد حتى وإن لم يكن عندي علم بالأحكام لكن كما الأطفال في الكتتيب أو في المساجد يستطيع أن يقرأ القرآن كما يقرأ الشيخ بغض النظر عن الأحكام هو لم يعلم أو لم يتعلم أصلا الأحكام هنا قراءة القرآن الكريم مجودا من الناحية العملية حكم فرض عين واجب على كل مسلم ومسلمة لأدلة من القرآن والسنة والإجمع الدليل من القرآن وردت للقرآن ترتيلا هنا ردت الفعل الأمر وعندنا في أصول الفقه فعل الأمر عادة يدل على الوجوب فإذا ترتيل قراءة القرآن الكريم مرتلا حكمها واجب وأيضا لم يكتفي بفعل الأمر وإنما جاء بالمصدر ترتيلا ورتل ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا عادة إذا جاء الفعل بعده مصدر يدل هذا على تأكيد الفعل فهو لم يكتفي فقط بفعل الأمر وإنما جاء بالمصدر ليؤكد على وجوب ترتيل القرآن الكريم من السنة هناك قصة لأعرابي قرأ القرآن عند ابن مسعود وقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين في علم التجويد الفقراء فيها مد متصل لوجود المد وبعده همزة فالأصل أن نقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين فقرأها الأعرابي أمام ابن مسعود بدون مد فأنكر ذلك ابن مسعود وقال له ما هكذا أقرأنيها رسول الله فقال إذن وكيف أقرأكها قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين الشاهد من هذه الرواية أنه لو كان يجوز لنا القراءة بدون أحكام لما أنكر ابن مسعود على الأعرابي قراءته ولما علمه القراءة الصحيحة لو كانت الصحي القراءة بدون أحكام ولذلك نستدل من هذه الرواية التي جاءت على لسان ابن مسعود وجوب القراءة بالقرآن الكريم مجودا كما علمنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي النهاية رب سائل يسأل كيف وصلت إلينا هذه القراءة بهذه الطريقة طبعا هناك سند متصل للقراءة نحن نقرأ برواية الإمام حفص عن عاصم أولا لو جئنا بالسلم من الأعلى القرآن الكريم جاء من رب العزة إلى جبريل عليه السلام جبريل أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد أقرأه لأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان هؤلاء الصحابة الذين أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا كل حرف من غسول الله عثمان أقرأه لأبي عبد الرحمن السلمي وهو من التابعين أبي عبد الرحمن السلمي أعطاه لعاصم بن أبي النجود عاصم بن أبي النجود أعطاه لحفص الأسدي الكوفي ولو جئنا بالسلم مقلوبا نحن كجيل أخذنا الرواية عن حفص وحفص أخذه عن عاصم وعاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي وأبي عبد الرحمن السلمي أخذه عن الصحابة عثمان وعلي وزيد وأبي رضي الله عنهم أجمعين وهؤلاء الصحابة الكرام أخذوها عن النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والنبي أخذها عن جبريل وجبريل أخذها عن رب العزة هذا هو التسلسل لكيف وصلتنا القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم المحور الأخير الذي يجب التعريج عليه هو مراتب التلاوة الصحيحة طبعا نحن عندما نسمع إلى القراءة في القرآن الكريم نرى أن منهم من يسرع في القراءة ومنهم من يبطئ في القراءة ومنهم من يقرأ بصورة متوسطة لا بالسريع ولا بالبطيء هذه المراتب الثلاثة أسموها العلماء بالتحقيق والحدر والتدوير التحقيق بمعنى التدقيق التحقيق عندما أقول أحقق في الأمر أي أدقق فيه التحقيق بمعنى التدقيق وفي الاصطلاح هي القراءة بتؤدة وطمأنينة وإعطاء كل حرص مستحقهم وحقهم من الصفات طبعا هذه القراءة بتؤد وطمأنينة غالبا ما تستخدم في مقام التعليم حتى يستطيع المتعلم أن يفهم ويعي كيفية القراءة من معلمه وغالبا هذه القراءة يمكن أشهر القراءة فيها القارئ عبد الباصط عبد الصمد وأيضا المعلم في الحصري الحصري طبعا أيضا يقرأ بطريقة التحقيق عكسها قراءة اللي هي القراءة بطريقة الحدر الحدر بمعنى الإصراع استلاحا هي القراءة بصورة صحيح سريعة لكن لا يجب أن ننتبه أنه في المراتب الثلاثة سواء كان التحقيق أو حدر أو تدوير الثلاثة يجب فيها مراعاة أحكام التلاوة وإعطاها حقها ومستحقها من الصفات ولا يجوز البتة عند الإصراع أو الإبطاء أن يكون على حساب الصحة القراءة وعدم مراعاة أحكام التلاوة طبعا الحدر هي القراءة بسرعة عندما نرمي أمر ما حجر من فوق جبل نقول انحضر الحجر انحضر أي نزل بسرعة أو بشكل سريع انحضر انحضار وهي طبعا طريقة الحدر وهي القراءة بصورة سريعة طبعا نحن تحدثنا بأنه في شر وهي قراءة الأحكام مراعاة أحكام التلاوة طبعا الذين يقرؤون بهذه القراءة غالبا تكون في قراءة التراويح وغالبا تكون عندما يريد الإنسان أن يختم أكثر من ختمة أو عندما تكون في صلاة الجماعة من باب التخفيف على الناس مثل قراءة السودس في الحرم والقحطاني آخر المرتبة المرتبة التدوير وهي التوسط بحيث كما تدور الكرة يمينا ويسارا فنحن بين التحقيق وبين الحدر نقرأ بصورة متوسطة بين الإسرع وبين البطء أيضا بشرط الالتزام ومراعاة أحكام التلاوة وغالب القراء يقرؤون بمرتبة التدوير بمرتبة التدوير إلى هنا نكون قد أنهينا المحاضرة الثالثة بارك الله فيكم وإزدال عليكم العطاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة